زارت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مجمع القرآن الكريم الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ديسمبر الماضي ليكون مقصدا للراغبين بالتعرف على كل ما يتصل بالقرآن الكريم وتاريخ تدوينه وأساليب جمعه وحفظه أو التسجيل في برنامج الإجازات القرآنية بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حق أبناء أمتنا الإسلامية أن يفخروا بدينهم وقرآنهم وأن يجعلوه قاعدة لنهضتهم واستكمال مشروعهم الحضارية هذا ما أكدته حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بزيارة لمجمع القرآن الكريم بالشارقة حيث كان في الاستقبال الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر الأمين العام للمجمع وعدد من القائمين على إدارة مرافق المجمع وتخصصاته واستمعت سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي إلى شروحات حول المجمع المقام على مساحة 75 ألف متر مربع ومتاحفه ومقتنياته وأهمية حفظها والحفاظ عليها كأساس للعلوم التاريخية والدينية ودلالة على إسهامات الحضارة العربية الإسلامية في تطور الأفكار والعلوم الإنسانية وأكدت سموها أن القرآن الكريم ساهم عبر التاريخ في تطور الحضارة الإنسانية وتعزيز علومها وقيمها والارتقاء بممارسات أبنائها وأثر إيجاباً في نشأة الكثير من المدارس الفكرية والفلسفية وفتح الطريق أمام العديد من المنجزات البارزة التي نشهدها اليوم وأوضحت سموها أن مجمع القرآن الكريم بالشارقة بقعة نور تضيء بحقيقة الإسلام وسماحته واعتداله ويجسد حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم على بناء الشخصية الاجتماعية المتوازنة والثرية بعناصر الثقافة العربية والإسلامية كافة وفي مقدمتها علوم القرآن الكريم وتعاليمه السمحة وما تفرضه من التزام بالمواقف والممارسات الأخلاقية والإنسانية وأشارت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن الأمم مهما اشتهدت في إنتاج تجاربها وبناء هويتها فهي بحاجة إلى أساس راسخ لمنجزاتها ومرجعية شاملة لثقافتها حتى لا تضل طريقها وتلتبس عليها اتجاهاتها وبينت سموها أن مجمع القرآن الكريم يتفوق في جمالياته وقيمته على كافة الأماكن التي سبق وزارتها لما يحتويه من أقسام ومتاحف ومعروضات لأهم وأندر المخطوطات والمقتنيات والقطع ذات الصلة بالدين الإسلامي والقرآن الكريم ودعت سموها أبناء وبنات دولة الإمارات والقاطنين على أرضها إلى زيارة المجمع والتعرف على محتوياته وصفة إياه بالملاذ الروحي من ضغوط الحياة والتزاماتها وقالت سموها هذه هدية صاحب السمو حاكم الشارقة لسكان الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة وللمسلمين والمسلمات في العالم أجمع فالمجمع يفتح أبوابه في هذه المرحلة بالذات التي تتسم بالتسارع والتطور والتحول وتدخل الثقافات والمفاهيم ليؤكد على حقيقة أن من يتمسك بعقيدته لن يضل سبيله نحو الخير وأنه مهما تعددت المواقف والخيارات والمغريات هناك مرجعية شاملة تهدي الناس إلى الصواب وتعينهم على فهم العالم وأداء دورهم الإيجابي في بنائه وتدعيمه بقيم التعاون والتفاهم والمحبة ترجمة نانسي قنقر